والمصري لا يتغنى بحضارة السبع تلاف سنة من فراغ لانه المصري فعلا هو صاحب حضارة تزيد عن السبع تلاف سنة وبالمناسبة بكتير هل ده موضوعنا؟ لا مش ده موضوعنا هي المسألة في انه يا جماعة اصل انتوا بنيتوا الهرم زمان يا راجل واللي تبنى في السبع سنين اللي فد ده ايه؟ وحفر قناة السويس ده ايه؟ وبلد مفترض انه بالنسبة للغرب وقوة اخرى يعتبروها انها جائزة كبرى ان وقعت وهدمت وردخط فهتردخ الامة العربية بالكامل فتيجي هذه البلد ليه بالنسبة لهم الجائزة الكبرى اللي كله قاعد عمال بيفكر احنا ازاي هنزعزع امنها واستقرارها على كل مستوياته ونفقدها اي معيار من معايير قوة الشاملة توقف وتقوم على حيلها تطير الاخوان وفي نفس الوقت بتبني نفسها وتوقف على رجليها وفي نفس الوقت هي اقوى جيش في المنطقة وفي نفس الوقت هي البلد اللي فيها 28 جامعة مصنفة دوليا في السبع سنين وفي نفس الوقت هي اللي عملت مساحة من العمران مساحة من العمران قد اللي اتعمل في 38 سنة كاملة عملته في سبع سنين نفس البلد هي اللي عملت ملايين الافدانة الزراعية في سبع تسع سنين يا عم حلو كده تقول لي اصل الامكانيات الفلوس لا هي المسألة مش بالفكة يعني المسألة مش كده الراجل من قلب الصعيد تعليمه في المدرسة الميري والجامعة بتاعت الحكومة وعمل الماجستير في اليابان والدكتوراه في السويسرا واصبح رئيس القسم اللي هو كان بيدرس فيه وعمل ابحاث على مركبات دوائية اصبحت موجودة في الدنيا هذا العالم العظيم المصري اللي من غير امكانيات فلوس لكن ربنا اداله اللي 24 اراطي هنا اصبح رئيس القسم هناك من عندنا من قلب الصعيد زيه كتير لا الاف اللي عمل الواي فاي مصريين مثلا يعني ده عالطاير كده يبقى تاني هل ده معنا ان الفلوس وحشة فلوس حلوة جميلة يا رب نعم علينا ونزل تاني نزلها علينا زي المطر يا رب ما نقولش لأ احنا بنشتغل علشان خاطر يبقى فيه فلوس علشان خاطر الناس تعيش كويس كلنا حتى على الصعيد الزغير خلي بالك او انت لما بتشتغل بمنتهى الاكتهاد والجدية انت لما بتشتغل بمنتهى الاكتهاد والجدية في اطارك الذاتي علشان خاطر تعقول نفسك او تعقول اسرتك او ربنا اجعلك سبب في رزق ناس تانية وانت برضو رزق تبص على كده يعني المهم انت كده في التمان انا دايما مشكلتي فين في اللي عاوز يروح يقعد على المكتب وما يشتغل شهو يقبط اخر الشهر او بدل ما يقعد يشتغل التمن ساعات ولا حتى الست ساعات وعاوز يشتغله ساعة ساعتين في الفورتي فورتي ويروح الله رحمك محمود عبدالعزيز في الفورتي فورتي دي مشكلتي الرئيسي مشكلتي في اللي يروح علشان ايه والله يا الراجل ده مثلا مثلا بيشتغل مبلط مبايب محارة عاوز يطلصق الشغل وياخد الرشن ويمشي فنعيد الشغل تاني وتالت وطول طب ليه اشتغل حلو وخد اللي انت عايزه وميد فل واربعتاشر لانه في النهاية ده معناه ان انا في عندي انتاج فقال مزارع يقوم بالفلاحة وزراعة الارض ويعمل لي محصول كبير وهكذا العامل في المصنع الناس اللي بتشتغل بأيديها في المعمار وفي البيوت واواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا والمصريين اللي عملوا 24 مدينة بمخهم ودرعاتهم وفلوسهم هم والمصريين اللي بيعملوا المنطقة الاقتصادية واللي بيخضروا الأرض واللي بيشقوا النهر الصناعي وبيعملوا محطات التحلية واللي بيعملوا الكشفات زي بالضبط كده البعثات المصرية بلاش وش احنا كده مرة كلمنا مع الدكتور مصطفى وزيري على هذا الكم من الكشفات الأسرية يقوم به مين مصريين ولا بعثات خارجية اللي طبعا الغالبية العظمى هي البعثات المصرية الاثريين المصريين تيجي تقول لي اصل المسألة ما عندناش امكانيات عشان نقول ان احنا اعظم بلد وان احنا اعظم شعب لا احنا اعظم بلد وان احنا اعظم شعب وعاوز حد لو سمحته يورينا نفسه في الدنيا كلها كلها وريني نفسك قول لي حققت ايه حققت ايه في الحضارات القديمة بلاش حققت ايه في العصور الوسطى حققت ايه في العصور الحديثة حققت ايه النهاردة حلوة حققت ايه طيب حققت زيه؟ تخيل انا بامكانياتي المادية البسيطة بحقق اكتر من الناس كتير جدا انت لو قست حجم الانجاز اللي حصل في مصر خلال التسع سنين اللي فاتوا دول حجم الانجاز ده اللي حصل في مصر خلال التسع سنين اللي فاتوا دول في ظل الظروف الاقتصادية اللي موجودة في العالم وفي ظل اوضاعي الاقتصادية انا مقوماتي الاقتصادية انا بتاعتي انا مصر وعملت كل ده لأ بالمناسبة اللي 24 مدينة اللي تبانوا دول قد دول انت عارف يعني ايه قد دول قد دول فما تقعدش تفكر باعتبار انه انا مش عايزك تنصحك قدام الاخر وما تحاولش انك انت تقع فريسة هذا الانسحاق لانه ناس كتير هتحاول تشتغلك على دماغك انها تقعك فريسة لهذا الانسحاق انت قليل انت ضعيف انت ما عندكش انت ما تقدرش انت ما تعرفش تقوله لأ ده ده نزلت خط برليف في ست ساعات على رأي رئيس السادات الله ارحمه ده انا عملت هجوم كاسح ده انا خلتهم قاعدين في تالي قبيب بعياته وقفت عند كده ابدا انا جبت اكبر واقدم واعت انت تنظيم ارهابي في العالم جبتو الارض بتصرف عليه دول دول بتوجه له فلوس من هنا البقرة لو كانوا وجبوها للتنمية الشعوب او لدعم الشعوب الاخرى يعني ما كانش حد الحقيقة تعب جبتو الارض طيب هو انت ساعتها رفعت شعار لا صوتها يعلو على صوت المعركة ما احترمي لهذا الشعار انا ذاك ابن مرحلته بالمناسبة يعني لا انت خط المعركة وبتبني في جماعات خط المعركة وبتبعد في بعثات وهكذا مش عايز اطول عليك قول وطول مع ان انا والله العظيم ان هذا اليوم طويل اوي 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 بالنسبة لي وانا مطبق من مبارح فيعني انا عذروني لو طولت عليكم بس حقيقي المسألة مش بالعاطفة ولكن هي المسألة بالحس انا واحد يعني عارف كده في الشعر العرض يقول لك قلبي سقيم بحبك او كده انا قلبي سقيم بحب هذه البلد وما عنديش استعداد حد يجيب سارتنا اللي مش هيجيب سارتنا بطيب مايجيبش سارتنا بوحش